من جانبه استعرض وزير الإسكان عاصم الجزار ضابطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء وأشار الجزار إلى أن هذه المرحلة الانتقالية ستكون مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ رفع حضر أعمال البناء بالمدن وتهدف إلى وضع الاشتراطات والضوابط التخطيطية والبنائية لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار ترخيص البناء ومتابعة تنفيذها مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية